مبدأ من مبادئ من الـ Solid Principles وهو اسمه Open Closed Open Closed بيقول ايه بيقول ان your application or your class او الحاجة اللي هتح تشتغل بها دي should be open for extension closed for modification يعني ايه يعني ايه لو عندي class وده الـ Example اللي هنشتغل عليه ده اسمه Graphic Editor Graphic Editor ده بيرسم شوية shapes بيأدت شوية shapes for example Graphic Editor ده بيقدر يرسم مربع ودايرة بس ما يقدرش يرسم مثلث design to draw الاشكال دي علشان اضيف له الفيتسور الجديد ان هو يرسم مثلث مش it should be closed ان هو يحصل عليه edit علشان اضيف الفيتسور دي but it should be opened ان انا extend الفيتسور دي وابدأ اضيف فيتسور جديد ان هو يرسم مثلث ده معنى تقريبي شوية يعني ايه open closed وهو تاني مبدأ من مبادئ solid principles اللي هو حرف O خلينا نشوف مثلا في كود ده او فرضنا ان انا ان انا ان انا خلينا نعمل فايل جديد نسميه lgp graphic editor dot php نعم المدينة نعم المدينة هنقول المدينة php class graphic editor when I go and close down then a function is more draw like function draw shape draw shape دي المفروض تاخد مثلا object من class اسمها shape وتبدأ ان هي تدرو الشيب ده لو بصينا الكود مش كويس هليني اندي اجزامبل اولي على الكود مش بييفولو الكلام ده جميل جميل كود مش بيفولو ال open closed فانت هتقول مثلا انت هتعمل switch case كده مثلا على shape.type وتقول لو انت عندك ال type ده بواحد ولا لو انت عندك ال type ده باثنين لو انت عندك ال type ده بثلاثة نخليهم integers فباسد على ال object ده هتبدأ انت بقى ايه ترسم يعني انت عندك هنا new file هنسميه مثلا square shape .php وهنا هنعمل test drive نعمل وانت نعمل 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 قصة تعمل في public function مثلا get type و هتريتيرن مثلا return لو سكوير تريتيرن ون وتبدأ هنا ايه تعمل بتاعك فانت لو جيت هنا في التست درايف هاتيه كل اللي هتقوله هتقوله ان انا عايز graphic editor يسوي new graphic editor و هتبدأ تقوله graphic editor graphic editor draw و هتأتي هنا تدي له object من الحاجة اللي انت عايز ترسمها فانت for example عايز ترسم square فانت عايز تيجي هنا و هتقوله new square shape وهو هياخد ال square shape دي و يبدأ ان هو يتصرف و يرسمها خلو خليو نقول لي get type زي ما كان عمنا خلو فانت عايز تيجي هنا هتقوله لو ده ال type بتاعه كان واحد الخلو بك فانت عايز تيجي هنا تقوله c.draw square ان هي موجودة هنا و لو انت عندك ال type بكتاع كن تو يبقى انت عايز تقامل مثلا كلاس جديدة تسميها circle shape shape.php هتيجي كده وتقول له class circle shape وتيجي هنا تقول له public function فونكشن يجي طيب والطيب بتاعك هيبقى two for the shape وتيجي تقول له public function وتيجي هنا هتحط ايه الاتكلم ده ممكن حد برضو يقول حاجة احسن بدل one with two three نبدأ ندفين constant محطوطة في class تاني او في file تاني او في numerator تاني علشان بدل ما نكتب to نكتب constant اسمه circle type او كذا هو فأنا بقرق كده بحاجة احسن ايه مش موضوعنا دلوقتي for example دلوقتي انا هنا عايز ارسم type الجديد فلازم هروح اضيف كيس جديدة وهاجي هنا ايه بدل c.draw square هقول له c.draw circle فاحنا زي ما شفنا كل ما بيبقى فيه type جديد لازم اروح اعدل على code واضيف كيس جديدة وانادي الفونكشن اللي تابع الحاجة الشيب الجديد اللي انا برسمه فthis is not best practice ان انا اروح اكل معوز اضيف feature جديدة للclass بتاعي اروح اعدل this is not this is not proving يعني مدامش بيحقق الconcept بتاع open closed open closed بيقول لك لو انا عايز اضيف اخلي the graphic editor بايرسم شكل جديد I should be extending this graphic editor not editing this graphic editor فخلينا نشوف بقى لو انا بعمل كده لو انا عايز احقق المبدأ ده هعمل ايه اول حاجة انت المفروض مسلا تforce ان كل كل الشاب اللي انت هتعملها كل الشاب اللي انت هتعملها يبقى فيها فونكشن واحدة اسمها درو ما يبقاش كل واحدة درو سيركل درو مش عارف ايه ففور اكزامبل اكنا ممكن نعمل انترفيس الانترفيس ده في ابستركت فونكشن and all this shapes should be implementing this interface فخلنا الانسان ايشاب interface ايشاب بسياني دو بيش بي امممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم فأيه عندي فنقشن اسمها DRAW ويجبدي أحسن على الصرخل أحسن للمنطق إيشاب ويجبدي أحسن لتضع فنقشن لتضع ويجبديه وكذلك وكذلك this will be drawing the shape should be working with interfaces i-shape فهنا كل اللي هعمله ان انا هاجي اقول C.S.Draw بس ومفروض انه هيرسم واصلا اصلا ال i-shape دا دايما هيفورس ان كل الشيبس الجديدة اللي بتتعمل يبقى فيها فونكشن اسمها اضروا فور اكزامبل دلوتي لو انا عايز اخلي داي سابورت ان انا باشتغل بفونكشن اسمها بان انا ارسم ريكتانجل مسلا فانا دلوتي مش بقدر ارسم ريكتانجل كل اللي هعمله ريكتانجلشاب.php so another variety i'm adding new features to the graph editor and how you draw ريكتانجل ريكتانجل shape implement i-shape يبقى انا لازم عشان ايامبليمنت دا لازم ايامبليمنت الفونكشن اللي اسمها drone كده حال طيب خلينا نرجع بالتست بتاعي فالتست بتاعي بيقول ان انا عايز ارسم ريكتانجل rectangle shape كل اللي هعمله ان انا هروح bypass this to the class اللي اسمه graphic editor والغرافيك ادتور حيقدر يرسم الريكتانجل عادي باست على الامتليمنتيشن الريكتانجل خلاصة الموضوع ان انا دلوقتي كل ما حاجي اعيز ايكستند new features to the graphic editor كل اللي هعمله ان انا هكتب كود بره ادتور مش ها ادت فيه مش كل مرة اعاوز اكستند شوية features لي اضيف features لي اروح ادت فيه لا انا بضيف extensions لي زي ما عندك جوجل كروم بيعمل شوية functions انت عايزه يعمل function اسمها screen capture انه ياخد screen shot فانت بتنزل extension لكروم بتقدر تعمل كده مش بتروح تاديت على الكود بتاع جوجل كروم سو ده معنا ال open closed principle اللي هو تاني principle من ال solid principles I hope ان الفيديو يكون سهل ووسيط وده اللي كنت اعيز اولو